السلام عليكم كيف انتم كديرين لبسا لكم كنت سبنا تكونوا بخير على خير مرحبا بكم فيديو جديد الفوداري اليوم ان شاء الله سنحضر معكم بصيلة الدجاج كجيزوينة بزاف والديدة انا بعدها كتحمقني انا كتعجبني بصيلة الدجاج بزاف مهم نشاركو معكم طريقة ديالي انا عندي هنا 1 كيلو ديال الدجاج عندي توابيل معلقة صغيرة عمرة ديال القرقم صغيرة ديال الشكنجبير وحدة ديال الملحة وحدة ديال ليبزار وحدة ديال القرفة وحدة ديال الثمن وعندي واحدة الزافران ولا ملوين واحدة الكاس معامر مرشي كامل قل ربعا زيت الزيتون 1 كيلو ديال البصلة وطحن سامعة جوية القزبور ومعد نفس ماشي بزاف انا في الوصفة البصيلة ما كندير تومة ولكن انا الدجاج غسلته رقته في هذا في الليمون والتومة مش كتتخل فيها ديال كنك هادة تومة ولكن بلما نطيب بها في الدجاج كتجي رائعة نديمة جج ديالي كن ناصله كندير فيها الليمون كنجبير وكندير فيها تومة مهم احتشي نهار ان شاء الله الى نندي الوقت لك ساعة نشارك معكم كيفاش كنغسل جج ديالي مهم كندير كل شي في تنجرة واحدة تنجرة كل شي في خطرة واحدة طريقة ساهلة بززر كخليوا الدجاج ديال ناقي طيب عرما اضفت لها تشي اقتراد الماء ما اضفت فيها تشي عجد الماء البصلة اصلا كنتلق الماء والدجاج كيتلق الماء مهم بلا ما اضفوا تشي حاجد الماء خليوها الطيب على خطرة كتنقسوه العافية مارا تكت طيب هذك ساعة كنزولو الدجاج ديال كنشوفو الدجاج ديال نطاب كنزولوه كيخليه برد باش كنكملو العقدة ديال البصلة كيفش كنديروها والا الطريقة زوينة وسهلة وبستيلة ديال كتجي رائع غير جربوها الطريقة هذير انا اكدها غد عد بجو عد اعجب لكم مليون في المياه مليون في المياه مهم كما قلت لكم كنعملوا الدجاج كيخليه كنخليوه برد حتى كيكون بارد كنزولوه للعطم انا في هذا الوصفه هذي درت جوجد الفخات و واحدة جاجة مكمولة هنا يفضل اللحظة هذي كندير جوجد معالق كبار ديال السكر طحنته مع المسكة الحرة وضيفتهم على ديال البصلة و درت واحدة جوجد معالق كبار ديال المزهر هذك شي كامل كنخلي واحدة دقيقات هيدا كي يغليو هذك ساعة كنزولو واحدة جوجد مغارف ديال ديال البصلة وكنضيفو اليه البيت انا عندي هنا يا استاد الحبات ديال البيت خلطهم قبل نضيفو في الخالط ديال البصلة نضيفو على البصلة وسوف يبقى و نحركو فيها حتى كيكون كيكون شرب هذك المرقة و ما كيبقىوش فيها الماء و نزيد و نضيفو احد المعلقة صغيرة ديال القرفة سوف هذا المرحلة كنتشوفو وراء سوف يبقى فيه الماء نولو سوف يبقى فيه و نجعلوها حتى تبرد هنا كما كتشوفو عندي دجاج اللي زولت له العطم انها هذك المرقات اللي قلت لكم زولتها باش نضيفها لاسبة دجاج باش ما كيجي لناشي دجاج ناشف و هذه هذه العقدة ديال البيت عندي هنا واحدة الرابعة ديال اللوز اللي حمرته و هرمشته و نزيد عليها كما كتشوفو فيها المريقات فيها الزيت زيدة كما كتشوفو فيها الزيت نحتاجوه مع اللوز ننكهو اللوز و منك يبقى ناشف و ذلك المريقات نديروهم على سابة دجاج شبابة دجاج و منك يبقى ناشف فهنا لها منك تبقى ناشفة و هذه الطريقة هذي كتشوفو فيها لكي لا تبقى ناشفة كما كتشوفو الرابعة اللوز تبقى ناشفة لها منك تبقى ناشفة كما كتشوفو رابعة دجاج كبير و كتشوفو وانا كنحتاج الفيلو ونعملها بالفيلو انا كدعجمني بالفيلو كثر بشيشة وكما قلت لكم اللوز عندي 1-4 اللوز نزيدوا ايها هذيك الزيت الامرقة وليها البصلة نزيدوا ايها من جوجة 3 دمعات المزهر ونزيدوا ايها 1 ملقة صغيرة دي القرفة نكشي اللي كاين ورا طريقة سهلة غير تبعوا غير مراحل ورا جيلكم سهلة نجيب واحد واحد الايناء واحد المول هيدا صغير به كان عبر البصلة ديالي باش يجيو اللي كامل نفس العبار نقدروا تدروا ماء ذاك غير بيدكم لما تعبروا اذا ما تستعمل شي حاجة ولكن انا كعجبني يكون وكاملين في حال فحال قدرتها تحت الفيلو باش كان عرف العبار ديالي شحال شحال خصني قطاع نعملو كبير ولا صغير و باش ندهنو هاداك الورقة ديالنا نحتاجو الزبدة مدوبة ندوبوها حتى يمشي لذيك الحليب اللي فيها باش كاجين ديال و نزيدو عليها الزيت الزيت عادية زيت المائدة و سوف ندهنوهم مزيان الزيت و الزبدة انا كنستعملنا ربعات الوراق في كل بسطيلة ما كتجي هي هاداك ما كتجي شي عامرا وقا بزاف و ما كتجي شي ناقل مهمة هي هاداك غير جربوها و ردو لي الخبار غير مهمة غير مهمة غير تدهنوها مهم هي تدهنوها مهم هي تدهنوها تم براحي الدبام نقوم براحي الداخل من الفق باسطيلة ماشي من دهونة حتى كنكملوها و كنعملوها ندهنوها من الفق باش ما كتقشرش معانا كما كتشوفو كندير اللوز من تحت حيث هاداك التحت غادي يكون من بعد من فق كندير اللوز اللوين كنديرو هاداك الخالج تدير البيض و هاداك ندير الدجاج و هاداك نعمرهم كيكونوا معامرين مهمة تمخ كيف ما بغيتهم كيف ما بغيتهم يكونوا معامرين كما تشوفوه و هاداك ندهنوهم بالزيت و نشدوه طريقة سهلة و كم قا ندقوه باش كنتشبر الفورما ديال التبصيل و سوف ندوروه كما كنتشوفوه من الفقران ماشي مدهونة هاداك ندهنوها بالزيت و الزيت و الزبدة و كندهنش من قبل باش مكا تبقاش لسقالية في ذيك التبصيل و سوف نخليهم هادا كنديرهم كنديرهم كنديروا واحد الورقة ديال ورقة ديال الفران و كنديروا بسطيلات من فوق منهم و عاول الورقة ديال الفران و عاول بسطيلات و كندير دخلوا من موجمت مهم هو الى غاد طيبهم كتدخلوا من موجمت نيشا الفران مكتخليهم شي تلقوا باش ما يتعجنوش لكم و سوف يكتطيبوهم الى مية و 8 درجة حتى يشبروا اللون ديالهم مفضل عندكم و سوف يكتزينهم كيف ما بغيتوه و هاداك شي اللي كان ارقطت لكم طريقة سهلة ما تنسوش تديروا لايك باش يدخل باش يدخل الفيديو اللي عند بزا بالناس يوصل لهم و قل ينقلكم تا فيديو مقبل ان شاء الله الله يعانكم و بسلامة